السيارة الموجودة هناك ما هي سيارة عادية هذه السيارة ESF النسخة الجديدة وفعت فيها نفس مرسيبس ليس شغلة هذه السيارة انها تنزل في الأسواق أو تنزل كمدير رسمي هذه شغلتها تسوي المستقبل حق السيارات تلقائية القيادة حق الأمان في هذه السيارات والشيء أخرى صراحة ما قد شفت أحد في مجال التقنية والسيارات يتكلم عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجود في فرانكفورت مع مرسيدس بنز والمؤتمر خلص التابع لمعرض IAA أكبر معارض العالم في السيارات مرسيدس جبت هذه السيارة ESF 2016 آخر سيارة ESF نزلت فيها مرسيدس عام 2009 وESF بالألماني ترجمت في الإنجليزية experimental safety vehicle هذا بالألماني ولكن بالإنجليزي experimental safety vehicle سيارة اختبارات للأمان ولكن هذه المرة ليست فقط للأمان ولكن للأمان ولكن لتقنيات قيادة السيارة التلقائية فجابوا فيها أفكار فقالوا في المستقبل المفروض السيارات تلقائية 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 يمشي في الشارع الحالة والذي يمشي على رجلينه في الشارع كيف يعرفون أن هذه السيارة تلقائية القيادة؟ فكروا بالإضاءات التي موجودة عليها واحد المبادئ التي يفكرون فيها مرسيدس بنز أنهم يضعوا إضاءات فوق السيارة هذه الإضاءات توضح لأي واحد في الشارع ترى هذه السيارة تلقائية تلقائية أيضاً وجود شاشة أمامية هذه الشاشة الأمامية ستتفاعل مع الناس الموجودين ولو تلاحظوا الكلام مكتوب عكس على اساس السيارة التي قدام يوم ترى المراية الخلفية التي تعرفها ترىها كقائد مركبة ستجدها ريسكيو لين انه دعنا نوخر ونفتح الطريق ترى في سيارة تسعاف جاية فالسيارات هذه وراء بعض يتكلمون لأن لم تأتي السيارة مرسيدس وقالت في القريلة السيارة الأمامية ترتبه هي تفاعل كسيارة تلقائية القيادة ليس فقط مع قائد المركبة بل أيضاً مع السيارات التي حولها مع العالم الذين يمشون على الشارع وأيضاً مع كامل البيئة التي حولها ولساً سأتيكم مشاكل كثيرة مجموعة كاميرات وحساسات اللمبات التي تشير أيضاً مجموعة كاميرات وحساسات تتساند في القيادة تلقائية القيادة أيضاً نأتي الآن أمثلة أمان سيارة من داخل ماذا تفعل؟ السيارة من داخل المقود يمكنك الهدف هل تستطيع الهدف إلى المقود؟ لا لا تتكلم المفروض أن المقود يمكنك الهدف إلى الداخل وأيضاً دعاء عسات البنزين تدخل إلى الداخل إذا كان في المستقبل سيارات سيارات المقود سيذهب ماذا سيكون الأمان؟ كيف أستطيع فعلياً أضع أيرباك؟ تفكر مرسيدس أن ينحط في الجهة الموجودة هنا وأيضاً إمكانية وجود أيرباك على نفس الكرسي في الجوانب لماذا؟ يوم قائد المركبة ينام ينسى أن ينام السيارة وينام هذا المستقبل المفروض نفس الكرسي يطلع الأيرباك من الجوانب ويضعها مثل الكابسولة يعمل مثل شرنقة على نفس الشخص فبالتالي أعطاه أمان عالي مرسيدس وأيضاً نتحدث عن الشاشة التي هنا الشاشات التي موجودة مثل وضع مرسيدس المبدأ الذي يضعه ولكن الشاشة التي موجودة تجلب لك شاشة أو بث مباشر ليس لفيديو ولكن لحالة ابنك أو طفلك الذي موجود في الكرسي اللي وراء ولدك موجود وراء يجعلك تنشغل وكل شيء تلتفت عليه لأن المبادئ الأمان الذي يكون هو موجود هنا الكرسي خاص فيه هنا يطلع لك بعض المعلومات فلو تلاحظ المعلومات على الجهة اليمنى درجة حرارة الولد وأن الوقت وجوده ونبضات قلبه ومستشعرات كاملة وهو مشغل نمط ومستشعرات وأيضا الشمس اللي قبله هي أنه مبسوط ومتكي الآن يلعب يتسلل وموقع السيارة تقول لك أنه ريح وروق ففكروا أيضا في إمكانيات الأمان له هذا وماذا؟ هذا هذا إيرباق مخصص للراكب اللي وراء في السيارات المفروض المستقبلية هذا الجيل من المبدأ الأمان ليس تلقائية القيادة فالإيرباق هذا يطلع من الجهة الموجودة هنا وبالتالي تجد أن هذا الإيرباق يدعم ويساند نفس الشخص بأن يحميه بإذن واحد أحد هناك أفكار ثانية تفكر فيها مرسيدس قلنا نرغب أن لو قد يمشي قدام الشاشة اللي وراء أيضا تتكلم الشاشة اللي وراء أيضا نتنبه السيارات اللي خلفه وأيضا نتنبه الناس فيوم السيارة توقف بسبة شخص يقطع الشارع هنا يطلع تنبيه للسيارة اللي وراء على الشاشة كأنها شاشة LCD أو بالأصح شاشة شفافة الشخص اللي وراء سيأتي ويعرف بسيارات أو الذي يمشي فهي واحد يقطع الشارع فهدي يروق هذه مجموعة تقنيات وأشياء غير أشياء كثيرة كلموني عليها هم قاعدين في هذا الجيل الجديد من ESF 2019 يفكروا في المستقبل يفكروا كيف يقدروا الأمان يفكروا كيف يقدروا يضبطوا الانتقال لسيارات تلقائية القيادة بأمان جدا عالي فبصراحة رأيت من مرسيد أفكار ما شفتها من ناس ثانية في المؤتمرات التي أحضرها هل أكثر يتكلموا عن التوفير والطاقة هذا أم لا يتكلموا أمان يتكلموا أفكار مثل الأمبات البسيطة بالنسبة لي تعني شيء سيارة تلقائية القيادة أعرف أن تبقى أنها لا لها صوت كهربائية بالإضافة إلى تلقائية الحالة سترى أن تستشعر المهم أشياء جدا رائعة نهاية الفيديو كل فيديو ما رأيكم هل تتوقع مرسيدس بالفعل هل تستطيع أن تفعل ثورة في مجال السيارات أو لا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته